رحب فيك دكتور بهذه الدورة الخمسة وخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب واللي يعني بتصادف للمفارقة مبارح بيكون اليوم العالمي للتعليم وحضرتك كمان عندك إصدار جديد من دار نشر مؤمنون بلا حدوده اللي هو كتاب تجلي الإله جدل الإلهي والإنساني بالثقافة العربية أولاً أنا سعيدة بأنه نحن أصدرنا لك الكتاب وسعيدة بهذه التظاهرة كمان الثقافية اللي عم نعيشها اليوم بمصر ومصر استقل الثقافي الكبير اللي يعني أكيد منحترمه ومنحبه حابة مبدئياً تعطينا فكرة عن الكتاب وبعدين ممكن نفتح المجال اللي يحاولوك الدكتور حمادة والمترع بحب أبدأ وبشكر مؤمنون بلا حدود على الطبعة وأنا أول مرة أنشر كتاب في دقة شديدة في المراجعات في انتظام العمل في نظام شديد في الانتظام هنا أنا ما قدوش قبل كده في التعامل مع أي ناشا حوالينه الدقة بالتحديد في الإخراج والمراحل التي تصبق الطبعة فأنا بشكر حضرتك وبشكر مؤمنون بلا حدود بالنسبة للكتاب هو ده كان الكتاب برقم 13 المزاراتي والكتاب ده بيعبر عن قضية مؤمة حوالين تجليات المقدس على الأرض هل المقدس أو الإلهي حضوره على الأرض وعلى وعي الإنسان بيتم إنسانياً ولا بيتم مطلقاً الحقيقة أني في الواقع بيقول أني دايماً كل إلا بنتكلم عن المقدس بوصف المقدس مقدس خارج دائرة البشر في الواقع أني غير كده تماماً لأن تجليات المقدس دايماً بتبقى بلغة البشر وفاهم البشر وواقع البشر بخلال حلوله في الواقع حلوله في الواقع طبعاً وحلوله في الواقع بتصبقه بأطر نسبية في الفهم والاستيعام وبالتالي التعامل مع الظاهرة الدينية دايماً يتم للوصف الظاهرة الدينية خاضعة للزمن وخاضعة للتحولات الاجتماعية لأن الفهم البشر يدور في الأطر دي هنا هذا كان تركيزي على مسألة دراسة تجليات الهلاء في علوم الإسلام وعلم الكلام والفقه ووصوله والتصاوم هنا في علم الكلام كان جزور التعامل داخل تجليات الوحي هي ما بين ربض المقدس كليتاً وإنكار وجود الإله والسعي الهزبات والصراع بين الإسلام والثقافة السابقة عليه زي السنوية والزرادشتية أو علاقة الإسلام بالأديانة الأخرى الكتابية ونظرة الإسلام والعقيدة بتاعته في ضوء العقائد الكتابية السابقة عليه وموقف الإسلام منها ثم موقف الفرق الإسلامية بعضها والبعض الآخر في تجليات حضور الجناة في العلم العقائد تجد أن دائماً الصورة قائمة على الصراع بين الأطراف كل فصيل يعتقد أنه يملك الحقيقة وبالتالي العلاقة بتقوم على النفي المتبادل النفي المتبادل والإقصاء ما بين الدين والثقافات المغيرة ثم الدين والأديان الكتابية ثم المزاهد داخل الدين الواحد بتقوم على العلاقات الإقصائية ما بتقومش على التعايش رغم أن جزء القضية الإيمانية في العقيدة في الأديان الإبراهيمية واحد لكن حجم الاختلافات اللاهوتية حوالي تجلي الإله في الأديان الإبراهيمية متعابية لو أنا جيت لحضور الإله في الفقه ووصوله من خلال الفقه ووصوله ينظر إلى الله بوصفه ومشرع مشرع وضابط لحركة الاجتماع وضابط لنظام الاجتماعي وضابط للعلاقات بين الأفراد هنا بيتوسط العلاقة ما بين السماء والأرض في سلطة الفقهاء في الحضارة الإسلامية ابن القيم بيقول في كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين أن أولي الأمر هم أهل الفتية قبل أهل السلطة لأن من يشرع ويدبط النظام السياسي للمجتمع ويدبط النظام القانوني هم أهل الفتية فأولي الأمر هم أهل الفتية ثم أولي الأمر من القائمين على العمل السياسي وفقاً لسلطة رجال الفقه بيتم التشريع لضبط حركة المجتمع بشريعة في معظمها بالأساس هي اجتهادات وضعية أكتر منها اجتهادات سماوية اجتهادات الفقهاء انتقلت الشريعة من مجموعة نصوص محدودة لا تصل إلى أكثر من 600 آية تختصب التشريع في الأحوال الشخصية وضع الحدود وغيرها إلى اتساع دائرة التحليل والتحريل في فقه الإسلام لكي يكون هناك سلطة روحية للفقه على حركة الاجتماع على أرواح البشر وعلى أجساد البشر وبالتالي هنا صورة الإلهة في الفقه بتنزل عبر صورة الإلهة عبر الفقه وأصوله بتنزل للضبط الاجتماعي والقانوني يعني توظف بحسب هاي الموظومة التي هي بدأت توظفها لأغراض تاني أغراض سلطة أغراض سياسة وهون دخل أصلاً السياسة في التفسيرات للوحي والإلهة وتوجيه السياسة للفتية وأهل الفتية وتوجيه السياسة للقضاء العلاقة بين الدين والسياسي في الإسلام تتضح على أعلى صورة في أداء مؤسسة الفقه في الإسلام في الحضارة الإسلامية وفي الدولة الإسلامية حضرتك وصفت بالكتاب العقل الديني وصفت العقل الفقهي كيف عم بيستخدم أو شو هي أدواته وكيف الطريقة اللي حول فيها فكرة الإله والوحي كيف حولها لمنظومة كاملة اللي يستطيع أنه يتحكم فيها بالمجتمعات هو عندنا في الإسلام ما فيش كريسة بتشكل جسم مقدس على الأرض الدولة الإسلام بتحل محل الكريسة وبالتالي قدرة الدولة على مأساسة النظام القانوني لا يتم إلا عبر مؤسسة الفقه علماء الكلام كان لهم اجتهاداتهم العلاقة بين الفقه والسلطان في الحضارة الإسلامية كانت أيمى على المنفعة المتبادلة الفقه في الإسلام قد يمارئ وهنا بنقول أن عبر سلة نظارات أساسية من يشرح في العقيدة ومن يشرح في الفقه ومن يشرح في التصوف ولأن التصوف ظهيرة تلتة ومن ينظر في التصوف الرموز التلاتة دولت في الحضارة الإسلامية كان لهم نظارات في حركة الاجتماعي المجر في الحضارة الإسلامية ولا التأثير لاتساع دائرة الروحي في ضبط الاجتماعي وتوجيه السياسي للدين لضبط الاجتماعي طيب السؤال دكتور هلأ وبعدين نفتح المجال لا يسأل وك الأسات أنه نحن كيف اليوم بتشوف أو أخذك تكشلون بتشوف التجلي اليوم للإله يلي ممكن أنه يخدم حياة الإنسان على عكس ما تم توظيفه في الموضوع أنا أحب من الحدث الراح وهو الصراع القائم في أرض فلسطين على الأرض موظفا بالتوظيف الدين فاليهود يعتقدون أن تلك الأرض هي أرض المعاد والمسلمون يعتقدون أن تلك الأرض عليها البناء المقدس تسير بما حاليا في فلسطين للصراع على الأرض مهما أقصينا مسألة أن المسألة دينية أن المسألة السياسية وصراع رضي المسألة في صلبها مسألة دينية وعلاقة المسلمين باليهود وعلاقة البيهود بالمسلمين على مدار التاريخ قيم على الصراع هنا أنا ما جاء شوف تجلل إلى في الواقع المعاصر في تمثل توزيط سياسي للديني أما جاء انظر للجزع النظري حلاء الإسلام كدين أقرب لليهودية عقيدة وشريعة منه للمسيحية وأن المشترك الإنساني بين الإسلام وليهودية بالعمق وبالأساس متصل أكتر منه منفصل كيف يكون الجزء الإبراهيم مشترك ما بين الإسلام والمسيحية على مستوى العقيدة والشريعة وكيف يكون هناك هذا الصراع والمشترك الأخلاقي أيضا في الوصائل العشر الموجودة في اليهودية موجودة في الإسلام على مستوى التشريعات هنا مسألة النظر إلى الأزيان الإبراهيمية على أنها كانت ويبالا على منطقة الشرق الأوسط وأن العلاقات في منطقة الشرق الأوسط تقرب أن تلك المنطقة لم تشهد عبر تاريخها استقرارا واضحا بسبب الأديان الذي يعتقد المعض أنها رزق في منطقة الشرق الأوسط المشترك الإنساني بين تلك الأديان أقرب إلى بعضها لكن التفسير الكهنوت لكل دين يقوم على إقصاء الدين الآخر ورفض فكرة التعايش ورفض اعتراب حق الآخر في الومود أعتقد أن يظل التوظيف السياسي للديني في المشهد الراهن حاضر في كل الأحوال الأطراف تريد أن تقصي بعضها لبعض الآخر الاعتقاد أن الاحتلاف في العقيدة وليس الاحتلاف لا في العقيدة ولا في الأخلاف ولكن الاختلاف التوظيف السياسي الذي يتم للعقائد على الأرض دكتور عبد الجواد أو المستشار عبد الجواد ياسين فرأ بمفهومه بين الدين والتديون وحكى أن الدين هي الفكرة المطلقة عن الإله والقيام العليا لما بد تطبق على الواقع فبيصير عنا منظومة التديون يعني كل ما ينتج عنا عند حلولة في الواقع أنا كإنسان كموضوع لدراسة المطلق حينما أتي لدراسة المطلق بأدواتي أنا النسبية بفهمي باستعابي بثقافتي بوفقي تحاول المطلق عبر فهمي إنسانيا بشريا نسبيا الذي يتجلى على الأرض في أفهام الناس هو التدين التدين الذي يصنعه رموز كل طيار ورموز كل فرقة ورموز كل دين الفهم الذي يوجه الدين إلى مصار العنف أو إلى مصار التعايش إلى مصار القوة أو إلى مصار التسامح وبالتالي هنا أنا لا أؤمن في على الأرض بحضور ما هو مطلق لا تجليات المطلق لا تتجلى إلا عبر العلماء وفهم العلماء فالحديث عن ملكية المطلق عبر البشر هي أغلوطة طبعا والأغلوطة دي تأساس الإقصاء والعنف والسائد في المنطقة سواء بين السنة والشيعة والفرق والمزاق داخل دين الواحد وبين الدين والدين رغم أن أصلي الدين الكتابي واحد طيب راح نفتح المجال الدكتور حماد شكرا لحضرتك وشكرا لرحمد على الفرصة يعني ناقش معاك أنا بس عندي تساؤل البسيط لحضرتك من قارئ يعني قارئت لحضرتك قبل كده وفاهم يعني الفكرة الأساسية اللي حضرتك بتتكلم فيها يعني عندي مشكلة بس هو كل حضور للدين أو للإله وأنا يعني ما بفرقش كتير يعني ما بين الحاجات اللي حضرتك بتتفرقوا بينها اللي هو الدين والتدين لأن أنا ما شفتش دين بلا تدين وما شفتش إله بلا دين يعني كلها دي حاجة واحدة لكن أنا بتكلم عن يعني الدين اللي هو إحنا كلنا أمين نبيه مصدر للخير ومصدر للجمال ومصدر لكل ما هو يعني جيد وحسن في الحياة ليه لما بيتفاعل مع الواقع ومع الأرض ومع البشر بينتج ضمار وفرقة وحرب وكراهية وعداوة وسوء فهم ولبس ومشاكل يعني أنا ما شفتش يعني تنويله دايما في حكمة كدك بتقريتها بيقول الدين الذي لا ينفعك في الدنيا لا يفيدك في الدنيا لا يفيدك في الآخرة يعني الدين بالنسبة لنا في الحياة طول الوقت نحن في مشكلة يعني أنا في مشكلة مع نفسي بسبب الأفكار اللي أنا مقتنع بيها ومؤمن بيها وبتمارس علي سلطة بتحرمني أحيانا من حاجات بسيطة كالحياة لأن أنا فاكر أنها حرام وفي نفس الوقت عملي مشكلة في التواصل مع الآخرين بسبب أن دا مش على نفس أفكاري ونفس مذابي أنت حضرك بتقول الحل أن إحنا نتعايش دا كلام حلو بس مش إجرائي يعني هنتعايش إزاي يعني كلام حلو أن إحنا نحب بعض ونتعايش مع بعض ونتقبل بعض بس إزاي إزاي الأمر متوقف حتى نموذج من يوجه العامة وشوال الأدق من يوجه العامة الذي يوجه العامة إلى التعايش ومن يملكون توصيل الفاهم للدين لأولئي الناس وبالتالي أنت تجد الدين نوجه من قبل البعض إلى العنف في الجماعات الإسلامية وجماعات العنف في التاريخ أو نوجه إلى التسام والتعايش بين الأعراق بعضها والبعض الآخر بس إحنا بنقبل بنتلقى الدين من الجماعات الإسلامية ولا من الخطبة إحنا بنتلقى من الأسرة يعني أنا كنت بنضرب وباتهان مثلاً وباتشتم عشان ما بصليش ده بيتوقف على طبيعة التعليم الديني السائد في المجتمع يعني هل هل التعليم الديني السائد يعلمني أن الضلين هم المعود والنصارى وبالتالي أنا بملك الحق في الفتحة في كل صلاة تفسير الآيات هنا وتنزيلها على فام الناس في المقررات الدينية هو اللي بيصنع الوعي العام الديني على مستوى الناس يعني التربية تتشرب الفهم يتشرب عبر التربية والتعليم من أنظمة التعليم بالأساس والخطاب السائد في المجتمع حضرتك أنت برضو بتحمل الممارسة المسئولية عن الصورة المشوهة للديني الصورة المقدمة للفهم ماشي أنا بتكلم عن دلوقتي إمتى إحنا بقى هنتحول لنقدة نظرية نفسها ماشي ليه إحنا الجماعات دايما الإسلامية والأصوليين وكل الكطبة إن العب في المسلمين مش في الإسلام والإخوان يقولوا العب في الناس مش في الدعوة وإحنا كلنا دايماً محملين الناس المسئولية عن المشكلة ما بنهوبش ليه ناحية النظرية ناحية النص ناحية الفكرة المؤسسة الفكرة المؤسسة أنا هطرح شيء هطرح أن فضاء القرآن في تعديد المعاني هو فضاء وتعدد الدلالات مرتهم بالشرطة الاجتماعي يعني لو جيت لآيات التسمع في الإسلام وآيات الجهاد آيات التسمع في الإسلام تدعو للتعايش تدعو للتعارف تدعو للمحبة الخطاب موجه يعيوا الناس ديجي للخطاب الخاص والجهاد دايماً يبدأ بالمؤمنين خطاب الجهاد ده ما جي نزله في فهم أن نزله هو جهاد بالسيفس ولا جهاد بالمال وجهاد النفس ده معاني متعددة داخل دلالات الفهم يختازن كل أنواع الجهاد إلى جهاد السيف فقط من ينزل المعنى على أرض الواقع دي مشكلة الفهم السائد يعني أنت ما تجاهد بأغلى ما تبلغ بمالك لا يقل أهمية عن الجهاد بالنفس والجهاد هنا يقصروا على القتال وآيات محددة المعاني هنا لو أنت سبت الفضاء المعاني اللي بيحصل أن الخطاب الديني بيأخذ المفاهيم الآية القرآنية يطلقها خارج سياقها الخاص بأسباب النزول بتاعتها ويديها الصفة العامة على الرسالة في حين أن المفهوم الجهاد دي أشكال متنوعة داخل النص القرآ القرآنية القرآنية في قوة في قوة في قوة الجماعة في قوة الجماعة والمفاهيم 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 اللي حصلت فيه واللغوي أيضا واللغوي طيب رح نحتاج من الدكتور عمر كمان مداخلة شكرا تحياتي طبعا لأستاذنا الجليل الدكتور عحمد سالم ومش كتاب بس واحد يعني أنا طلعت عليه أنا أكثر من كتاب لكن اللي هي مداخلة ولي هي سؤال المداخلة هتكون الفهم الفقهاء عبر التاريخ كان مرتبط بمنظومة مؤسسية لا نستطيع أن نعزلهم أبدا عن فهم التدين يعني أنا ما بمنش أول تفسير التدين والدين لأنه الخطأ في فهمنا لأنه فقه التدين فهما وتنزيلا على الأصول والقواعد اللي وعلى الاجتماع وتطور الاجتماع بالضبط لذلك مثلا مثلا لما أجي أفرق ما بين الفتوى والحكم الشرعي الحكم الشرعي ثابت لا يتغير وفي القواعد الأساسية في القصور في السوابت السوابت اللي هي الصلاة الزكاة اللي هي لكن زي ما قال الدكتور أحمد في مقدمته لسفره عن عبد المتعالي الصعيدي وده مقدمة تأسيسية في تقديري لم يلقى عليها الضوء مش مشروع بس عبدالي الصعيدي لا المقدمة اللي كتبها في عبدالي الصعيدي في تصور مقدمة تأسيسية لأنه أشار لنا وأضاف لنا مفهوم لأنه لابد نخش في علم اجتماعي الدين لمفاهيم وعلوم كثيرة لوعينا وإدراكنا للمسألة فمثلا مثلا دار الإفتاء المصرية أدخلت فطح العلوم الاجتماعي وبدأت تدرس تقبر الدعاء والفقهاء على دراسة علم النفس علم الاجتماع القانون السياسة التاريخ وعلاقته لأن الفتوى لا تاريخ ولا اجتماع لا شرط زماني لا شرط مكان فما ينفعش لأنا أخذ لأن الفتوى حكم شرعي سابت أجيب فتوى ابن تيمية أطبقها دلوقتي لو كانت الفتوى سابتة ما كانت الطبقات الحنابلة وطبقات الشافعية عبر مدار التاريخ وما اختلف الفقهة عبر مدار التاريخ لا يمكن أن أنظر إلى قراءة أحمد ابن تيمية بأعماله بفكر الإقصائي أحيانا في العقيدة وتكفيره للآخر وتكفيره للشيعة ورغم تقدم رؤية الإمام أحمد ابن تيمية في قضايا اجتماعية كثيرة لكن سياق التاريخ الذي ارتبط بها مختلف لا أستطيع أن أطبقه الآن وهو فكر الأزمة في شرط التاريخي أن يرى حضر الإسلامية ومجد الممهول على أرض الإسلام في تلك الفترة التاريخ ولقيته أندج من بعض الدعاء الجدد وإن كانت بعض المؤسسات ما تبنيتش اللي هو الجداليات اللي حصلت في مسألة الإلحاد مع طلبته مع طلبته وأتذكر أنه كان بعث على الكتاب كان بعث على الكتاب اللي هو تخش المدرج شو وترد أو خطاب الدين الحاكم للمجتمع القائم على الترهيب وتخويف الناس من الإله وأن الله ضابط وقاهر وأن الله مزل وأن الإله ينتظر في الآخرة كل هذه الأشياء دعت إلى مروق الشباب في المجتمع من قضية الدين بالكلية أيوة هنا هنا كيف تنشئ علاقة بين الإنسان والله خائمة على المحبة والتعاطف والمجثرة وأن الله هو طريقة إلى يكون لديك قوة روحية تستهد إليها في المرض وفي الألم وفي الضعف البشري من الإنسان ده بيجي في القراءة الصوفية للإسلام أن الله هو إيمان قلبي علاقة خاصة بين العبد والرب تؤسس على المناجاة المستمرة لا يقتصر الأمر فقط على التقوص والشكليات والمحرمات التي وضعها الفقه وضعها أهل الظاهر ولكن أساس العلاقة بين العبد والرب في هذا الكتاب في الفصل السالح يعالج كيف كان التصوف يقدم مزاقة خاصة للإسلام قائمة على محبة الإله وليس القوف من الإله قائمة على أن الله هو باب الرحمة والمغفرة والتوبة وأن الله هو باب العلاقة طيبة بالناس وأن العلاقة بين الإنسان والله قائمة على المحبة بالأساس ليست قائمة فقط على الترهيم وعلى التخويف وعلى أن يكون الله هذا ضبط كما كان قائما في فقه وهو دا المعنى أن التجلل الإله يعني العنوان قوي لكنه في الحقيقة يدفع إلى معرفة الإله وأن الدين يدفع إلى الأخلاق والقيام ودعني أقول أن التجلل هنا لها دلالة صوفية والتجليات طبعا والتجليات هي معاني ترد كثيرا في أعمال الصوفيين لكن بالنسبة للفصل الثالث وهو الفصل الآخير اللي جيه بعد أن صورة الإله في علم الكلام فلسفة مفهوم الله بحيث عزلته عن الأرض فكان الله معزول عن الإنسان تصوره أسماءه وصفاته وإصراع الكلام حوالين صورة الله كان صراع عزل الإلهية كمعنى وإحساسه عاطفة داخل الإنسان الفقه أسس لصورة الإله كآداء لضبط اجتماعي وسياسي داخل المجتمع عبر التشريع وكذلك الضبط العقل بتقييد اجتهاد العقل عبر أصول المؤسسة الكتاب والسنة أما التصوف فهو أن يحل المعنى الديني في قلب الإنسان ضابط روحي والأخلاقي ليس فقط ضابط روحي وأخلاقي وهو التصوف بالعمق أخلاق والتصوف يركز دائما على ضبط النفس في علاقتها بذاتها بشهوتها بأهواها برغبتها بنزع الأرض وضبط النفس في العلاقة بالله القائمة على أن الله لا يتصور على أنه متوحش أيوة سيجاء بالإنسان إلى الأرض وأنه سيحاسبه ويعذبه ويعذبه الله في التصوف الإسلامي هي علاقة تقوم على الأشفر أنه احتياج أو قوة هذا الأمر يؤسس في التصوف بأن يقول لكل فرق تجربته الخاصة في علاقته برمع الله كان جلالي الدين الروم في المسنوي يقول أن أن هناك مرآة قد نزلت من السماء فتناصرت على الأرض مئات القطع كل يأخذ قطعة ليرى فيها نفسه فمحددات القطعة التي يرى فيها نفسه هو معنى الفهم من الصورة التي يقدمها عن الإله هي الله الصورة التي يقدمها عن الحقيقة لا أنا أقول أن لكل مننا إله ولكن أقول لكل مننا فهم لإله ودينه بشكل مختلف مشروط بطبيعة الثقافة والتربية والتكوين التي يؤسس فيها هذا الشخص المهم أن يكون هناك مراعاة في الفه لإسكالية التنوع أن الآخر من حقه أن يفهم وأن يكون له سورة عن الإله مختلفة وأن تكون له علاقته القصة بالله نحن في الفقه نهض جميعا لنصلي في قابور واحد وراء الإمام لا أحد يعلم فينا ماذا يدور بداخل كل واحد ونحن بجوار بعضنا لنصلي هل هو مع الإمام أم شارد في أمر آخر ذلك لأن لكل من إحساس المتصل بالله مختلف عن السهم وهذا أمر رعاه القرآن اللي أكد على مساجة التنوع والتعدد في الفعل الحقيقة الحديث رائع جدا يعني بالنهاية بالنهاية الفعلا نحن يمكن مرأنا بمراحل صارت التجربة الجماعية على حساب التجربة الفردية فلغينا الحالة الفردية اللي الإنسان كان يبحث عنه ولا يزال يبحث عنه يبحث الإنسان دائما على ما يطمئن له قلبه يعني بالنتيجة قدما قدمنا نظريات وازم نطلع القضية الإيمان بالله من قبضة المفهوم الواحد أو المؤسس الدينية أو الفقيه أو الصحيح مهمة الفيلسوكو دي أنا برأيها في أستاذنا بنتو رحمد سالم بخوة جديدة جدا جزء من العراق اليومي حتى ما دي تشوفيه بيكتب على الفيس المناقشات يعجبني جدا جدا الجزئية دي إنه يكتب مثلا انطباع الحوارات اللي بتدوره من طلاب بين طلابه حتى لو بنات منتقبات دي دور الفيلسوف وهو دور الفقيه ودور الإعلامي ودور الداعية ودور أي إنسان وهمته هو إصلاحها بالمجتمع وضبطه يمكن هذا الشيء بتقاطع مع اللي قاله الدكتور حمادة إنه بالنتيجة نحن بحاجة لرفع صقف النقد وصقف التفكير وصقف النقاش مع أبنائنا مع الجيل الجديد مع الجيل الواعد يعني خلينا أنه نقطع عليه المسافة اللي نحن مرينا فيها من هذا الصراع بين الحق والباطل وبين أنه نحن بعقدة الزنب اللي بيربى الإنسان عليها يعني نحن تربينا على عقدة الزنب وكما أشرت دكتور أنه الله يقف لنا بالورصة بينما الله يجب أن يكون يعني مانح تحرير روحي هذا بالضبط أذكر يعني على سيرة أنه مبارح كان يوم العالمي للتعليم وأنا عندي طفلين شباب صاروا الآن أحد أبنائي مرة قال لي كان آخذ درس بالمدرسة عن عذاب القبر والعذاب وجاء إلي قال لي ماما كيف تقبل الأم أنه الله يعزب ابنك بهذه الطريقة قلت له أنت عم بتقول هذا الشيء من منطلق أنك أنت بتعرف أنه أمك بتحبك أكتر شيء بالعق بالكون أكتر إنسان بيحبك بالكون هو أمك الله يحبك أكتر من أمك والله لا يمكن أن يعزبك هذا الشيء اللي أنت عم تسمعه هلأ بالمنهج اتركه على جنب ودائما لازم تعرف أنه الله هو كل شيء جميل داخلك كل شيء تتمنى أنت خير هو الله منتهى الخير ومنتهى الحب ومنتهى التسامح ومنتهى المحبة هي الله والله لا يحرق بالنار ولا بيعزب ولا عنده كل هذه المنظومة هو خطاب الترهيب المطروح هو خطاب يرفع مع تكوين الإنسان المقرب مع تكوين الإنسان الذي لا يرتدع لكن خطاب الترهيب مع مرافل حس منفر فتنزيل الخطاب الديني على وعي الناس بيكون بطبيعة الناس المطروح عليهم الخطاب أما بتجي المجرب أو حرامي أو نصاب أو عمل أنت بتهدده ربنا مش حيسيبك أنا حيسيبك لربنا هو كفيل بك إلى أخيه لكن ما تنفعش تجي بنفس الخطاب ده وتوجهه ناحية الناس مرهافة الحس علاقات قيمة على العاطفة الراقية وتخطبهم بخطاب الترهيب يعني ليس لهذا موضع لذلك الحديث جميل جدا دكتور نتمنى كل التوفيق للكتاب وانا بشكرك بشكل خاص جدا على تعبك وعلى مراجعة البروفة ثلاث مرات معايا يا دكتور أخطاء أعمل أرجع لك عمري ما رجعت الكتاب بالدقة الشديدة وبشكر المراجع اللي موجود داخل الدار حقيقة أنا بتشكرهم كمان يعني بتضمصون لصيحة لأنه فعلا يعني دول الجنود المجهولين نايمان اللي بيساعدوا لكن هاي هي اللي بتشكل هوية هوية مؤمنون بلا حدود اللي نحن نتمنى إن شاء الله ندر المحافظين عليها وأكتر بدي تشكر صديقي لدكتور حمادة هو صديق من الأيام الأولى لكل أنا وراء مصري يا دكتور الميادة شكرا فرصة طيبة تمنيتنا المؤمنون بلا حدود بالتقدم ودائما يعني بالمشروعات الرائدة الله يسلمك أنا حابة كمان أسمع منكم راح أسمع من حمادة لأنه هو من المعاصرين القدماء للمؤمنون بلا حدود فحابة أسمع منه بالختام عن تجربة مؤمنون بلا حدود أنا طبعا كنت من الباحثين اللي اشتغلوا في المؤسسة اللي كان في مراحل تطورها ولادة مؤسسة مؤمنون بلا حدود كنت يعني سيء الحظ إن أنا ما كنتش مدرك التطور والتوسع والعمل المؤسسي الممتاز اللي قالت إليه الأمور في المؤمنون بلا حدود أه فأه يعني تنحيت بدري ولكن أنا دايما لما بشوف الإصدارات بتاعتها وبشوف الشغل الممتاز اللي طالع ده بحقيقة يعني أحيانا باندا من أنا ما كنتش أحد العاملين يعني بيساعدوا في في ظهور الأعمال المؤلفة والمترجمة وأعمال المؤتمرات حقيقة يعني كانت حاجة كويسة وما شاء الله كل الناس يعني حريصة على قراءة الجديد في عالم الفكر والفلسفة والاتماع والحاجات المميزة ضروري يعد على المؤمنون عشان يشوف آخر إصداراتها أيضا وطبعا أنا مدينة للصديقة الأستاذة دكتورة ميادة على إن هي كانت من أكتر الناس اللي ساعدتني في بداية التحاقب المؤسسة واستمرت على تواصل معي وكانت حادثة أنها دايما تزودني بكل الكتب المهمة اللي أنا محتاجها من الدار فهي صاحبة فضلة علي كتير بشكر شكرا شكرا كبير يعني أنا مؤمنون بلا حدود بالنسبة لي هي سؤال العقل في وقت خرجت في بعض العنوين اللي بتناقش بجدية قضية الإسلام السياسي لأنه قضية الإسلام السياسي البعض بيتخيلها الآن قد ماتت في الوزير الدخلية مبارح ورئيس الجمهورية تحدث عن خطورة الأفكار وأنها عابرة للقارات عابرة للأجساد عابرة للأفكار الرئيسية في المجتمعات اللي إحنا متخيلين أنها سبت فهي مؤمنون بلا حدود هي أفكار بلا حدود اللي إحنا محتاجين مؤسسة واثنين وثلاثة تكون قادرة على النفاس في القضايا الحساسة وعندها الجرأة وعندها طرح الأسئلة بصرف النظر عن الإجابات لأن الإجابات هتفضل موجودة لحد قيام الساعة لها تفسيرات مختلفة أو أفهام مختلفة سيدنا الأستاذنا الدكتور أحمد سان فأحييكم ومصر دائما تحتضن كل النماذج لأنها جزء من العالم العربي في وقت يضيق في حتى الأفهام في التعامل مع قضايا سي قضايا غزة وقضايا فلسطين وقضايا فلسطين كل التحية والتقدير لكم شكرا الكلمة الأخيرة أنا بقول إن فيه سمت مميز لمؤمنون بلا حدود كدر نشر جدا أهم حاجة فيها وصلبها الأساسي هو دراسة الظاهرة الدينية عبل تخلق الفلسفة والابتماعي والتاريخي وبالتالي ده بيمنح الظاهرة الدينية قدر للمرونة بعيدة عن التشدد بيكون فيه مداخل مختلفة لدراسة الظاهرة الدينية من الحياة السيسولوجية والفلسفية والتاريخية ده بيخلي العقل الإنساني أكثر تسامق أكثر مقدرة على التعايش يقبوله مسألة التنوع ودي سمى أصيلة في محلوم بالأحلوب حقيقة وأنا يعني أتمنى يكون ده مش الكتاب الأخير لي عنك وبشكركم مرة أخرى شكرا لكم وشكرا لك دكتور وإن شاء الله نتمنى النجاح لمعرض القاهرة وتبقى دائما منارة يعني منارة وأم الدنيا سياها لكم شكرا الأعداحة معك ممتعة الله يسلمك والله تؤثر يعني الله يسلمك يزعتوني لأجواء مؤمنون ترجمة نانسي قنقر